بسم الله والصلاة والسلام عليكم ورسول الله رب اشرح لي صدري واسر لي امري واحلل العقدة تم لساني يفقه وقولي الفيديو اللي فات تكلمنا عن الغضاريف وكان فضل الجزء كده اللي هو مش معلومات ولكن الصور يعني ديات عايزة ورها لك اللي هي بتاعة اماكن الغضاريف لو فاكر احنا اتكلمنا عن الغضاريف في خمس مؤقت نوع النسج الموجود فيها كان نسج ضام هيكلي وشرحنا انواع الانسجة الطلاقي والضام والعضري والعصبي بانواعهم والافكار اللي فيهم وحاجات سهلة جدا والغضاريف قلنا انواع الخلايا اللي فيها خلايا غضروفية هو نوع واحد وبيبقى فيها معلومة مهمة جدا ان هي لا تحتوي على وعية دموية ودوات بيخلي التأم الجروح بتاعة الغضاريف صعبة شوية لانها بتاخد الغذاء بتاعها من العظام بتاخدوش من الدم باشرة بيعد الاول على العظام وبتاخدوا من العظام بالانتشار الغذاء والاكسجين المكان بتاعها وديت الصور اللي تحت والوظيفة ان هي بتقلل الاحتكاك طيب بالنسبة للمكان فهي موجودة اهم حاجة عند اطراف العظام خاصة عند المفاصل عشان تقلل الاحتكاك بتاع العظام بعضها وزي دوت مثلا ده مفصل الركبة ديت عظمة الفخص ديت عظمة القصبة وديت الشازية وده كله ما بينهم دوت غضاريف حشان تقلل الاحتكاك بتاعها موجودة كمان بين فقرات العمود الفقري الدسك الدسك الغضروفي دوت بيقى موجود بين الفقرات المتمفصلة طبعا انما الفقرات الملتحمة مبينهاش حاجة موجودة كمان عند اتصال الضروع بعظمة القصر يعني الجزء ده غضروف اما الضلع نفسه باقي دوت عظم يعني هنا عظم عظم انما الحتة اللي انت شايفها ديت غضروفية وكمان موجودة في القصبة الهوائية الحلقات الغضروفية الموجودة في القصبة الهوائية موجودة في الانف موجودة في الازن وانا قلت لك الانف الجزء اللي تحت دوت غضروف انما الجزء اللي فوق دوت عظام عادي زي ما انت شايف الأزم برضو موجود فيها غضريف وهكذا طيب النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن جزء مهم جدا وهو المفاصل والمفاصل لما تجد تتكلم عنها انت هتكلم عن ثلاث أنواع أساسية من المفاصل النوع الأول مفاصل ليه فيا والنوع الثاني مفاصل غضرو فيا والنوع الثالث حاجة اسمها مفاصل زلالية والحيان الأسامي ديها تسميت على حسب المادة اللي موجودة فيها فمثلا المفاصل اللي فيها وأظن انت فاكر المفاصل اللي فيها ديها كانت موجودة فين كانت موجودة في الجمجمة يعني قلناها لما كنا بنشرح الجمجمة لما كان الجمجمة بيبقى فيها أطراف مسننة كده مثلهم قصاد بعض فيهم أطراف مسننة والمادة اللي بتبقى في المص ما بينهم بتبقى مادة ليفية المادة اللي فيها ديها اتماعة تقدم العمر بترصب فيها نسيجة عظمي نسيجة عظمي نسيجة عظمي لحد ما في الاخر خالص اه تبقى كلها كلها نسيج عظمي فيحصلها يعني ازاي تحولت لنسيجة عظمي بعملية اسمها اللي هو ترصيب العظم يعني فبالتالي بعد ما تتحول لنسيجة عظمي خلاص بتقفل بقى المغاصل ديت وبتقفل كلها بعد سن سبعين سنة لدرجة ان في الاخر بيبقى الشخص اللي عنده سبعين سنة التمن عظام بتوع الجزء المخي في الجمجمة بيبقوا كأنهم عظمة واحدة. حلو جدا. ودهات معناها على فكرة ان عدد العظام واحنا صغيرين بيبقى اكبر من واحنا كبار لان العدد العظام بتبقى منفصل عن بعضها ومع تقدم العمر بتلتحم لان الموضوع دهات ما بيحصلش في الجمجمة بس. يعني مثلا انت عارف الحرقوفة والورك والعانة الانسان لما بيتولد الحرقوفة والورك والعانة بيبقوا تلات عظام منفصلة. ولكن بيبدأوا يلتحم ويلتحم الحد ما عملوا عظمة واحدة بتسمى الحوض لها تلات اجزاء اسمها حرقوفة وورك وعانة. انما مشتبت عظام منفصلين. طيب دي بالنسبة للمفاصل اللي فيه. جميل. بعد كده المفاصل الغضروفية لازم يكون فيها نسيج غضروفي. والمفاصل الغضروفية آآ موجودة في تلات اماكن رئيسية. المكان الاولاني بين الفقرات. وانا لسه اللعك عنها فوق دلوقتي. الرسمة اللي فوقها هنشوف رسومات تانية لكل الحاجات لكل الحاجات دي تحت ان شاء الله. الفقرات. وموجودة كمان عند اتصال الضلوع. اوه في ايه? بيعلق. طيب نيه ده كده? ضلوع. هم هم هم. الضلوع بالقص. مكان اتصال الضلوع بالقص. بيبقى فيه برضو آآ غضريف زي ما ورتك فوق من شوية. وكمان موجود في منطقة الارتفاق العيني. يبقى منطقة الارتفاق العيني. النوع النسيج النوع المفصل اللي موجود فيها غضروفي. وبرضو الكلام دوت انا قلته في الفيديو بتاع الطرف السفلي. الطرفان السفليان من الحزام الحول. طيب انا محتاج حاجة اكتر من كده. لا. الغضريف يعني بتمنع الاحتكاك الحاجات ببعضها. وبيبقى نسيج غضروفي. والغضريف على فكرة منها حاجة اسمها غضريف الاستيك وغضريف الفايبرس. اللي هي بتبقى موجود بين الفقرات نسيج غضروفي ليفي. اما اللي موجود و JJ برضو غضروفي ليفي. اما اللي موجود في الارتفاق العيني. واللي موجود في الاذن. واللي موجود في الانف. والحاجات دي هو يسميها إلاستيك فيبرز إلاستيك إلاستيك كارتلج أو غضروفي إلاستيكي المفاصل الزلالية بقى ديت بتشمل نوعين مفاصل الزلالية واسعة الحركة ومفاصل الزلالية محدودة الحركة طيب ما تكلمني الأول إيه زلالية ديت والتركيب ده هعمل إزاي والكلام ده كله بص يا باشا دلوقتي انت عندك ديت عظمة وديت عظمة تانية هيتصلوا مع بعض حد شاطر كده يقول لي المفصل أنا برسمه ده هتنفصل إيه ده هتنفصل الكوع طب إيه العظمة ديت الزند وده هتتتجويف اللي موجود في الطرف العلوي للزند واللي بيستقر فيه النتوء الداخل للعظمة العضل المهم إن العظام دي بتبقى مغطاة من الخارج بطبقة غضروفية شفافة ملساء طبقة غضروفية رخيخة جدا 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 وملساء جدا علشان تقلل الاحتكاك وتبقى سهلة في الحركة جميل ما بين الطبقة الغضروفية ديت ما بينها وما بين بعضها في الحتة ديت كده فيه سائل زلالي يعني أكثر مرونة وسيولة عن الغضروف نفسها وبتبقى محاطة من بره كده بغشاء بيسمى الغشاء الزلالي أو السينوفيال كابسول بيبقى فيه كابسولة كده مغطية وطالعا فيه أربطة بتربطهم ببعض وتربط العظام ببعضها وفيه عضلة هنا متصلة هنا بأوطار متصلة بالعظام عن طريق أوطار جميل يبدأوا التركيب المفصل الزلالي بيتكون من العضمطين بتوع المفصل بعد كده الغضروف المغطية المغطية مغطية صح؟ عادي ما ما فيهش مشكلة اللات تغطي أطراف العظام وبعد كده فيه السائل المصلي أو الزلالي اللي موجود فيه منتصف المفصل علشان يسهل الانزلاق أكتر خلي بالك الغضروف بتسهل على العظام يعني العظام ناشفة الغضروف أليا السائل أليا الغضروف بتسهل على العظام والسائل بيسهل على الغضروف فالحركة في السائف في المفصل الزلع دو بتكون يعني أجمل ما يمكن وأبسط ما يمكن وسهلة جدا ولكن فيه اختلاف بقى في المدى بتاع الحركة يعني مثلا حاول كده إفرد دراعك إفرد دراعك معي وحاول تحرك مفصل الكوع بيتحرك في كم اتجاه بيتحرك لفوق وتحت بس في اتجاه واحد بتحرك في اتجاه واحد اللي هو فوق وتحت هل تقدر تجيبه يمين أو شمال مش هتقدر صح طبعا مع تثبيت الحاجات التانية نفصل الكوع نفسه ما بتحركش غير في اتجاه واحد بس فبنسميه محدود الحركة زي ايه زي الكوع طب انزل على الركبة نفس الفكرة بتحرك في اتجاه واحد بس يبقى برضو الركبة الكوع والركبة محدود الحركة واسع الحركة بقى اللي عكسهم اللي هو الكتف والفخز هات كده المفصل بتاع الكتف وطلع ايدك لقدام رجع ايدك لورا لبرا لجوه حاول تلف في ايدك في الهواء ده كله بيحصل فدي كلها بنسميها الحركات بتاعت الكتف فبتبقى واسعة الحركة في حركة اسمها الحاجات دي دات كلها بتحصل في مفصل الفخز والكتف فتبقى مفاصل زلالية سهلة الحركة وواسعة الحركة اما الكوع والركبة مفاصل زلالية سهلة الحركة ولكنها محدودة الحركة تعال دلوقتي نشوف اشكال المفاصل دي ديت اول حاجة المفاصل اللي فيها ديت الاطراف المسننة بتاعت العظام بتاعت الجمجمة اللي هي مع الشائف بعضها وبيبقى في البداية ما بينها النسيج ليه فيه ولكن مع تقدم العمر بترصف فيها كالسيوم فحصلها وتاخد الشكل دوت ويبقى نسيج نسيج عظمي بعد كده على فكرة يعني مع تقدم العمر الحاجات ديات حتى ما تبقاش بينا خالص وبيبقى يقولك ده اتقفل اتقفل خلاص لانه بقى كبير في السن بعد كده المفاصل الغضروفية والمكان الاساسي بتاعها هي ما بين الفقرات الجزء الابيض دوت او الجزء الازرق دوت هي المفاصل الغضروفية اللي بتبقى ما بين الفقرات وقلتلك كمان موجودة في اماكن تانية زي الارتفاق العيني بيبقى برضو مفصل غضروفي وموضع اتصال الضلوع بعظمة القص الحاجات الزرق ديت برضو عبارة عن آآ غضروف تمام وعلى فكرة موجودة كمان هنا بين الفقرات انما الفقرات العجزية والعصاصية ما بينهمش حاجة لانها فقرات ملتحمة طيب بعد كده المفاصل الزلالية واسعة الحركة زي مفصل الفخز ومفصل ال الاسمه ايه دوت الكتف مفصل الفخز والكتف من المفاصل الزلالية واسعة الحركة العظمة ديت تقدر تيجي لقدام وترجع لورا تقدر تدخل لجوه تقدر تخرج لبرا وتقدر تلف في جميع الاتجاهات وكذلك العظمة بتاعت الفخز فتبقى مفاصل واسعة الحركة اما المفاصل في الكوع والركبة بتتحركوا في اتجاه واحد بس اللي هو الفوق والتحت فيبقى اتجاه واحد بس وهنا برضو الورا والقدام اتجاه واحد بس فتبقى مفاصل زلالية محدودة الحركة الحاجات ديت شوية زيادة بس بعضها موجود في بنك المعرفة وانا هحاول يعني اقول لك المعلومة كاملة وبعدين اقول لك اللي انت محتاجه ايه اللي انت محتاجه ايه طيب اعمل حاجة بص احنا عندنا مثلا تعالنا نتكلم كده على المفصل بتاع الكتف مفصل الكتف ده وتمش واسعة الحركة ركز كده الراس بتاعت عظمة العدد راس عظمة العدد مش عاملة زي الكرة عامل زي الكرة كده والحتة ديت التجويف اللي هي بتدخل فيه عامل زي ما يكون فيه تجويف واسع كده سوكت جيب فبنسميها بول اند سوكت بول اند سوكت الكرة والجيب مفاصل تقدر تتحرك في جميع الاتجاهات فالكرة تقدر تتحرك رايح جاي في كل الاتجاهات بتاعت المفصل طيب تعالى عند المفصل بتاع الكوع خلي بالك يعني انا قلت الكتف اصاده الفخز زي بالزبط مع اختلاف بسيط بس مش مشكلة بنسميه هنج هنج يعني مفصل مفصلة مفصلة بتاعت الباب مش هو يعني حرك افري الدرعة كده وحركه مش دوت بيتحرك زي ما يكون الحركة بتاعت الباب بالزبط أيوة فبنسميه المفصل الهنج يعني هقول لك ايه المفصل المفصلي ممكن المفصل المفصلي الوها هنج وخلاص هنج جوين وهوريك اشكال اوضح دلوقتي. طيب المفصل اللي ما بين الكربوميتا كربل اللي هو ما بين اللي هي الرسغ وعزوام راحة اليد. ما بين الرسغ وراحة اليد. الحتة ديت بيبقى اسمها سادل. سادل يعني ايه? يعني السرج بتاع الحصان. فمفصل سرجي. مفصل سرجي. طيب ما بين الريديوس والقلمة او ما بين الزند والكعبرة. مش الكعبرة بتتحرك حركة نصف دائرية حول الزند السابت. ايوة. لان المفصل هي تبص حركة نصف دائرية. دوت الزند سابتة هوت. والقعبرة بتتحرك حوليه حركة نصف دائرية. فبنسمي الحركة دي او مفصل دائرية. تعرف انا عايز منهم ايه? انا عايز منهم تلاتة. عايز منهم المفصل الدائري دوت. لانه هو ايلهولك. ايلك ان الكعبرة بتتحرك حول الزند حركة نصف دائرية. وعايز المفصل دوت. اللي هو البول اند سوكت دوت. لان انت عارف رأس عظمة العضل بتدخل في تجويف. فلو قال لك بول اند سوكت رأس وتجويف. اظن قريبين من بعض. ولازم يبقى واسع الحركة. وكزلك برضو رأس الفخز في التجويف الحقي. فالدنيا برضو مزبوطة. الحتة بتاعة المفصل اللي هنجي برضو احنا عايزينه. اللي هو المفصل المفصلي. هقول لك هبقى اشوف الاسم بتاعه العربية ولو قولك ان شاء الله الفيديو جاي. عشان بس ما نضيعشه بقت ده بقى. فالمفصل دوت بيتحرك في التجاوعة بس اللي هو الفوق والتحت الفوق والتحت. فبيبقى عامل زي المفصلات بتاعة الباب. السادل دوت والله اعرف الاسم بتاعه خلاص السرجي وخلاص مش مشكلة. دوت اسم كوندايلر مش مهم خالص مش عايزينه. اللي هي حركة الزحلقة ما بين الرزغ وما بينه بعضه يعني بيبقى فيه الاسطح بتاعة عظام الرزغ بتبقى مسطحة شوية. فبيحصل لها على بعضها اللي هي بتنزلق على بعضها. فبرضو دوت ما يهمناش يعني ده ما يهمناش برضو السرجي دوت مش قوي ما يهمناش قوي. دوت برضو مش عايزه. انا اهم حاجة عندي. المفصل البولاند سوكت اللي هو بتاع الكاتف والفغز. والهنج بتاع الكوع والركبة. والبيفوت او النصف دائري بتاع الكوعبورة والزند. على فكرة فيه فرق بين الركبة والكوع. الركبة كنا بنسميها موديفايد هنج. موديفايد هنج يعني هنج بس معدل. لان الركبة فيها سنة كده ممكن يحصل لها. لو انت وقفت على رجلك ممكن تتحرك مين وشمال سيكة كده حاجة بسطة خالص. فبيسموه موديفايد هنج. تعالوا نبص على صور تانية للموضوع. حد يقدر يقول لي دوت. ها. بول اند سوكت. بول اند سوكت. طيب. حد يقدر يقول لي الجزء الف. والجزء به. الجزء الف ليه مسالين في جسم الانسان. ايوة رأس العدد ورأس الفخص. الجزء به ليه مسالين في جسم الانسان. ايوة التجويف الاروح والتجويف الحق. طيب دوت الكنديلر من اللي نجدع به. دوت برضو عادي من اللي نجدع به. ايوة دوت مهم. دوت البيفوت. البيفوت دوت اللي هو نصف دائري. تفتكر من العظمة السابتة دية الزند. طب من العظمة المتحركة دية الكعبورة. الكعبورة بتتحرك حركة نصف دائرية حول الزند السابت. وعلى فكرة الزند والكعبورة متصرين بتلت مفاصل ما بينهم وبين بعض يعني. يعني ممكن المعلومة تبقى صادمة شوية. لان الناس بتقعد تعدى المفاصل وبتقول حاجات غريبة كده. والمعلومة اصلا مش كاملة بالنسبة له. طبعا الرسم بتاعي زبالة في يعني انا برسم كل حاجة حلوة ايه للحاجات دي? هبقى هبقى بيه الصورة. هجيب الصورة دلوقتي. المهم يعني بيتحركوا حوالين بعض بمفصل تحت ومفصل فوق زي دوت بالزبط. وفيه مفصل في النص بيقى فيه غشاء كده. بنسميه دوت اللي هي المفصلات بتاعة البابهيات اللي هو الهنج. اللي هو الكوع والركبة. طيب في صورة تانية ايوة. دول التلاتة بقى اللي انا عايزهم همه. رأس عظمة العدد تجويف الاروح. رأس عظمة الفاغز تجويف الحق. بيتحرك في جميع اتجاهات. طيب دوت المفصلات بتاعة الكوع هوات. الكوع بتتحرك لقدامه الورا. او الركبة بتتحرك لقدامه الورا. اه فدوت بنسميه الهنج او المفصل المفصل. ودوت الحركة الدائرية او النصف دائرية المفروض مش مش كاملة يعني. اللي هي بتاعة الزند والكعورة اللي هي البيفوت. بس كده اعمل حاج. اتمنى ان الموضوع يكون سهل. سبحانك الله ومحمدك. اشترك لا اله الا انت. استغفرك يا توب اليك. والعصر. ان الانسان في خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. السلام عليكم.